ينضم إلينا من أبير المحل العسكري على النشوع سيد علاء كنت قد سألتك عن السيناريو في حال لم يتم الانسحاب الكامل للقوات الكردية من المنطقة الأمنة التي تم الاتفاق عليها نعم شكرا جزيلا لك سئلتي وليا المشاهدين الكرام بداية ما حدث في 17 تشرين أكتوبر من هذا الشهر كان مفاجئا في الأوساط السياسية والعسكرية فالعملية التركية التي توغلت لأكثر من 32 كيلومتر عمقا وبعدود 122 كيلومتر عرضا وفيها أيضا طموحات أخرى لتصل إلى أكثر من 440 كيلو حقيقة الأتراك كان هناك لهم ضوء أخضر من الأمريكان في الدخول بعد أن تخلت القوات الأمريكية عن قوات قسد في هذه المنطقة نحن نعلم جيدا أن قوات قسد كانت قد قاتلت داعش إلى السنوات الماضية وبدعم أمريكي الآن حقيقة الهدنة التي وضعت ما بين قسد وما بين القوات التركية أنا أعتقد فيها عدة محاور هناك محاور للأمريكان هناك محاور للأتراك هناك أيضا محاور لبعض القوى الدولية والإقليمية في المنطقة يعني كما نعلم حتى في تصريحات الحكومة السورية أخيرا قالت أن هناك رأي للروس حتى يكون هناك رأي لقوات نظام بشار وكذلك الأتراك أيضا لهم رؤية أخرى في أن هناك تكون طموحات أكبر في الدخول إلى العمق السوري المسؤولون أتراك أكدوا أنهم غير مستعدين أو هذه المهلة لن تمدد التي تنتهي مساء غدا بالتزامن مع ذلك هناك انسحاب القوات الأمريكية للأراضي العراقية لمحافظة دهوك تحديدا كيف تتوقع السيناريو وهل من دلالة لاتجاه القوات الأمريكية إلى هذه المحافظة الكردية حقيقة يعني ما جاء به ناب الرئيس الأمريكي إلى المنطقة جاء به سيناريو جديد أعتقد أن هناك تحجيم لبعض الطموحات التركية في المنطقة ولكن على الحساب الأرض السورية وليس على حساب الأرض العراقية هناك أيضا تفاهم للقوى الكبرى ما بين روسيا وبين أمريكا على العراق وسوريا يعني احنا الآن عندنا دول أزمة ودول ضغط دول الأزمة معروفة هي تركيا سوريا والعراق ودول الضغط معروفة هي الولايات المتحدة وروسيا بالإضافة إلى الأداة التي تعمل هي تركيا وإيران فالقضية الآن يعني التحكيم أنه استطاعت الإدارة الأمريكية في أنه تحتوي أردوغان من جهة مع التضحية بقسد من جهة أخرى حتى لا يكون يعني اللقاء الذي سيجمع الرئيس الروسي بالرئيس التركي أن تكون هناك يعني بعض الأجندات أو بعض الطموحات التركية مع روسيا حتى تكون تنفذ في المنطقة قال الانسحاب الكامل من الأكراد من هذه المنطقة وسيكون هناك ستنتهي بذلك تنتهي العملية العسكرية سيدتي هو الرئيس أردوغان صرح يعني في طموحاتي أنه يعني المنطقة العازلة ستكون بعمق 32 وبعرض بحدود 440 كم يعني في هذه الحالة ستكون هناك يعني بعض الأراضي يمكن حتى العراقية ستدخل أيضا في مفهوم المنطقة العازلة والمنطقة الآمنة هذه ليست منطقة آمنة يعني في المنظور السياسي والمنظور العسكري لا توجد منطقة آمنة بعمق 32 وبهذه العرض لأن هذه يعني بحدود 14 ألف كم مربع يعني مدن كاملة هذه ستقططع للجانب التركي يعني هناك طموحات تركية ليس فقط لأنه هي ضد حزب العمال الكردستاني أو ضد قسلت في المنطقة ولكن هناك طموحات يعني تاريخية للأتراك في المنطقة أيضا وأيضا هناك يعني أجندات كبيرة تفرضها القوى الكبرى في المنطقة استنادا إلى يعني ثواب التاريخية لمعاهدة لوزان وسيكس بيكو في عام 1916 فلهذا الآن الأتراك يعملون جاهدين لأن تكون هناك لهم أكثر ما يمكن من الأرض حتى يفرضون أجندتهم على المنطقة ويفرضون أجندتهم على القوى الكبرى في حالة التقسيم من جديد أو تقسيم المجزة وتقسيم الحقيقة التي كانت بنيت عليها اتفاق ياسيكس بيكو في عام 1916 شكرا جزيلا لك البحلي العسكري على النشوع كنت معنا من أربيل على كل ما تفضلت به شكرا جزيلا لك